السلام عليكم أنا شروك فلاتة مهندسة كهرباء تجربتي في موهبة كانت جدا مليئة بالإثارة تعلمت كثير عن البحث والاكتشاف رحلة مع الذات أولا كيف تقدر تطلع الجانب الأفضل منك كيف تتعلم الإبداع وكيف تفكر خارج الصندوق وأتمنى من كل الموهوبين في المرحلة الثانوية دخلوا في اختبارات موهبة أنهم يكملوا رحلتهم ويبادروا في خوض هذه التجربة مع أقرانهم عشان يفيدوا المجتمع النقطة التحول في حياتي كانت عمري سبع سنين والدي الله يرحمه قال لي سؤال قال لي إذا طفيت الزر حق النور فين بيختفي النور فين بيروح الضوء ففي هذه اللحظة فكرت أقول له أجوي بتضحك أقول له أنه والله يرجع في الزر أو يختفي في السلك أو أي شيء كان يضحك وما يجاوبني ما قد أداني أي إجابة على هذا السؤال وولد عندي فضول حبيت أعرف إيش الجواب الصحيح لهذا السؤال بعدها مع موهبة بدأت رحلة الابتكار والاختراع معرفة تصميم النماذج الأولية وبداية كيف تسوي الفكرة من حاجة بسيطة إلى منتج أو إلى اختراع قابل تطبيقه من هنا عرفت أن شغفي في الهندسة الكهربائية هو شيء لازم أنمي بأنه يكون هذا تخصص الجامعي وهذه مسيرة حياتي واليوم الحمد لله بعد ما قدرت أوصل لهذا الشيء كل الفضل بعد الله أرجع لعائلتي ولكل الناس اللي دعموني زوجي كان من أكثر الداعمين لي بعد هذه المسيرة الطويلة مع موهبة أيضا والدتي ساعدتني كثير في أني أخوض مرحلة تجربة المعسكرات الصيفية بحيث أنه كل اللي كانوا في عمري وأقراني كانوا يحصلوا على إجازة صيفية وأنا كنت أداومها في موهبة يعني في البرامج الصيفية وكان هذا الشيء للأمانة أبداً مو مزعج لأنه كنا بنروح هناك بنتعلم أشياء جديدة بشكل جداً ممتع أتعلمنا استراتيجيات التفكير الإبداعي كيف تحلل المشاكل وكيف تقدر تأتي بفكرة أصيلة وتبني بحث علمي صحيح هذه المهارات كلها تعلمتها في موهبة وقدرت أني يعني الحمد لله مع أقراني أنه أتعلم من هذه التجربة وأستفيد منها ونحاول نطورها اليوم ونخليها على أرض المجتمع والكل يقدر يشوف نتائجها أيضاً من الأمور التي استفدت منها في موهبة أني كملت في الجامعة اختراع من اختراعات مسابقة إبداع أشتغلت عليه طورت أكتر بعد ما كان فكرة بسيطة في مسابقات إبداع أتحول إلى فكرة اختراع سجل في مكتب البراءات السعودي وبإذن الله في صدد نشر البراءة وهذا الاختراع كان بذرة غرست في موهبة وفي مسابقات إبداع مع التطوير والعمل في جامعة الأمير محمد بن فهد يعني الحمد لله قدرنا أنه نحصل على المركز الأول في مسابقة صدارة للحلول البيئية المبتكرة وهذا كان إنجاز يعني الحمد لله نفتخر فيه وبإذن الله في تطوير البحر والابتكار أول شيء يعني تأثير برامج موهبة جدا كبير وأثره مو بس على الموهوب نفسه على العائلة بشكل عام أول شيء لمن العائلة تبدأ تدعم طفل موهوب عندها وتعطيله كل الثقة أنه أنت تروح تتعلم وحتطلع شيء في المستقبل بإذن الله ينفع بلده ووطنه هذا الشيء ليه أثر على الفكر حق أخوانه والفكر المجتمعي بصفة عامة يعني غالبا ما نجد أنه أخوان الموهوبين حققوا إنجازات زي أخوانهم وصار فيه زي الدومينو أفكت أنه الكل بدأ يتعلم وياخدوا قدوة ويتعلم معاه وحتى الموهوب نفسه يحاول أنه ينشر هذه الثقافة في المجتمع إذا راح مكان يطبق استراتيجيات تتعلمها إذا أشتغل في وظيفة دائما ما يحاول أنه يكون هو المميز لأنه فعلا وضعت فيه مهارات وأدوات يطورها يعني بعد مرور الوقت يقدر يستغلها في بيئة العمل ويقدر يستغلها في تطوير نفسه دور اكتشاف الموهوب جدا مؤثر على النتيجة بعدين يعني في المستقبل في اختيار تخصصه في اختيار مسيرة حياته الباقية يعني أنا أتوقع عن نفسي لو ما ألتحقت بموهوب وتم اكتشاف يعني بعض الله ثم دعم عائلتي أحس أنه صعب أنه أوصل لليل أوصلت عليه اليوم بتفكيري بقدراتي ما كنت حكتشف إيش اللي أنا قادرة أقدمه وإيش الجزء الأفضل مني وإيش الشيء اللي أنا قادرة على إنتاجه للمجتمع يعني أعلمه الغيري برضو فما توقع صراحة صراحة أرجع وأقول والدي رحمه الله كان يعني شخصية جدا أثرتوية حب يعني جدا أنه يدعمنا بكل ما يملك يعني وهذه أحد خطاباته والله يقول له يرحمه ما زلت محتفظة فيها هذه خطاب موافقة لمشاركة في برامج موهوب للمدرسة أعملها الأختي حتى لي والأختي بحيث أننا نقدر نشارك ونحضر الفعاليات التي تقدمها موهبة لطلابها فكان إنسان ملهم بعطاؤه اللامحدود وإثارته للتساؤل في فكري وأنه كيف أنا ممكن من سؤال بسيط أكتشف حلول أقدر أبدع أقدر أشوف قدراتي وأشوف نفسي بشكل آخر والله صراحة معلماتي أول من سجلني يعني في الاختبار يعني ما كان عندي فكرة أبداً عن الاختبار موهب وكذا فمعلماتي اللي أختارونا بحيث أننا نروح ونطبق الاختبار أشكرهم جداً ودور المعلم جداً مهم في اكتشاف الموهوب على فكرة يعني المعلم عنده القدرة أنه يميز الطلاب الجديرين بالثقة بأنهم يخوضوا اختبارات موهبة وزي كده فصراحة أشكرهم كل الشكر على منحهم هذه الفرصة اللي ممكن كان قرار بسيط في وقتها بس أثر في حياة إنسان أول حاجة بإذن الله رح أكمل اكتشاف إيش أنا أقدر أأثر في المجتمع حالياً بإذن الله أحب أكمل دراسة الماجستير بحيث أني أطور مهاراتي أكتر في تطوير التقنيات الصديقة للبيئة والاكتشافات والاختراعات الجديدة في مجال البيئي بإذن الله عشان نقدر نخدم رؤية عشرين تلاتين ولازم هذا يكون هدفنا كلنا إننا نقدر نوحد جهودنا وقدراتنا إننا نوصل لأهدافنا ورؤيتنا بإذن الله ويعني من منظوري أشوف أنه الدراسات والبحوث هي مجال شاغفي وإن شاء الله أكمل فيها وبإذن الله أحاول أنه أسوي أشياء مختلفة أتعرف فيها على قدراتي إذا كان أنا أنفع أجرب هذا الشيء أو لا زي مثلا بيزنس أبدأ أجرب تجارب مختلفة وإن شاء الله خير بإذن الله والله دائما لحظات الفوز والخسارة في مسابقات موهبة تصنع أثر كبير في الداكرة سواء فوز أو خسارة يعني الخسارة تعلمك يشل النقاط التي تحتاج تشتغل عليها أكتر والفوز تقول لك أنه لا توقف لسه باقي في حاجات لازم تكملها لا تخلي أنه الفوز في المسابقات يقنعك بينك وصلت للنهاية بالعكس هي بداية لفرصة جديدة أنت تقدر يعني تحط ملامحها والله رسالتي لهم أنه اليوم أنت استثمار اعتبر نفسك أنت استثمار الدولة استثمرت فيك آمنت بقدراتك آمنت أنه أنت قادر أنك بكرة تصنع فرق فبالتالي أدرشت في برامج مميزة قدرات وأدوات وناس وخبرات جمعت لك في يعني دروس بسيطة أو محاضرات بسيطة أحرص على أنك تتعلم كل جانب منها وأنك تستفيد وتشارك مثلا في المسابقات والبرامج كلها اللي مقدمة من موهبة عشان بستعطي نفسك فرصة تكتشف أنت إيش اللي تحبه وإيش اللي تبرع فيه ترجمة نانسي قنقر